عم يعطي حزب الله إشارات متناقضة بخصوص التخلي عن وحدة الساحات وفك الارتباط بين الجبهة اللبنانية وغزة ركز نايب الأمين العام للحزب نعيم قاسم بكلام مبارح عوقف إطلاق النار بلبنان من دون ذكر غزة أو الهدنة فيه بعد ساعات إجا موقف منائض من الحزب كمان موقع من غرفة عمليات المقاومة الإسلامية بيقول البيان لغزة أنه الحزب على العهد والوعد وما حيتراجع عن جبهة إسنادها هالبيان بيعني أنه مبدأ وحدة الساحات بعده شغال بصيغة أقرب للنبرة اللي عم يحكي فيها المرشد علي خمينئين ووزير الخارجية الإيراني الارتباك بموقف حزب الله ما بين بس مبارح النايب حسين الحشحسن أكد موافقة لبنان عمقترح واقف إطلاق النار الفرنسي الأمريكي اللي ما بيضمن صفقة بغزة وهذا هو الأمر الأساسي لبنان أعلن موافقته على هذا البيان بيرجع بعد يومين بيقول العكس نفك الارتباط بين لبنان وغزة؟ نحن نازلنا على موقف الدفاع والإسناد لغزة وبياناتنا تقول ذلك وهذا الأمر أصدرناه عدة مرات اليوم تحديداً في بياناتنا الارتباك والتناقض ممكن ربطه بثلاث عوامل واحد بعد سنة من التضحية تحت عنوان إسناد غزة صعب يعترف الحزب بفك الارتباط من دون نتيجة بده مخرج مشرف بينهي الحرب بلبنان من دون الأول أنه تخلى عن وحدة الصحات بصليح العبارة اثنين، التعبير عن الموقف الرسمي للحزب وتحديد البوصلة صار أصعب اليوم مع اغتيال أيديات الحزب البيرزي اللي شكلت مرجعية خطابه ثلاثة، ما بيقدر الحزب يتجاهل ضغوط النزوح بالداخل بس كمان عم يراعي الحزب ببياناته باقية المحور وخصوصاً إيران ترجمة نانسي قنقر